اشتركوا في القناة اخواتنا في هذه الجمعية الكريمة في هذا الشهر الكريم المبارك وهو شهر رمضان وفي أيامه الأولى ونسأل الله عز وجل أن يعيننا فيه على الصيام والقيام وعلى سائر الطاعات إنه ولي ذلك والقادر عليه ولش كأننا نحتاج جميعا إلى الذكرى وإلى التوجيه وإلى النصيحة وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة ولا خير في قوم لا يتناصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة ونحن إذ نستقبل هذا الشهر الكريم نحمد الله عز وجل أولا أن بلغنا ونحن أحياء ونحن في صحة ونحن في طاقة على هذه العبادات التي أوجبها الله عز وجل علينا فلذلك نحمد الله عز وجل ونشكره على ذلك ولش كأن كثيرا من الناس لا يستفيدوا من هذا الشهر الكريم بل لا يعرف قيمته ولا يعرف الحرمان الذي يحرمه كثيرا من الناس إذا بلغ هذا الشهر الكريم وأنا أذكر بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يحفظه ولكن المسلم الحق لا يستغني عن الذكرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث معروف ومشهور لما صعد المنبر وأمن خلاث مرار الرسول صلى الله عليه وسلم وحد المرة كان مع الصحابة في المسجد هو يطلع للمنبر ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلاث درجة فصعد الدرجة الأول فقال آمين ثم الثاني فقال آمين ثم الثالث فقال آمين فتعجب الصحابة لذلك وسألوه عن سبب تأمينه وهم لا يسمعون إلا تأمين النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعون غيره فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل عليه السلام أتاه فقال له رغم أنف مرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة طبعا رغم أنف مرئ هذا دعاء عليه دعاء عليه يعني أن يلتصق أنفه بالرغام والرغام هو الترى وهو دعاء بالخيبة والخسران إذن جبريل عليه السلام جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وخبره بأن الذي يدرك أبويه ولم يكن إدراكه لهما سببا في دخوله الجنة فأبعده الله يعني الإنسان أعطاه الله عز وجل واحد الفرصة عظيمة إلى خلاله والديه في الحياة وخا غير واحد فيهم فهذا يعني من أعظم أبواب الجنة كما جاء في الحديث الآخر الوالد أوسط أبواب الجنة الوالد أوسط أبواب الجنة وأوسط ليس المعنى التوسط يعني بين الأمرين المتطرفين لا قد يتأوسط يعني أفضل كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا ومعلوم أن هذه الأمة ليست وسطا بين الأمم من حيث التاريخ والزمان بل هي آخر الأمم فقوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا فأفضل الأبواب لدخول الجنة هو باب الوالد يعني بر الوالدين فمن أدرك أبويه ولم يكون سببا في دخوله الجنة فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن هنا نعرف منزلة البر ومنزلة الإحسان إلى الأبوين التي شدد الله عز وجل عليها ورغب فيها وأبدا فيها وأعاد وذكر فيها من النصوص المعروفة في صورة الإسرائيل وغيرها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث طيبة طاهرة في ذلك فلذلك المسلم خصو يعتني بقضية بر الوالدين ويعرف بأن قضية بر الوالدين من أسباب دخول الجنة وأن الإنسان إذا كان له هذا الأمر وهذه الفرصة ولم يستغلها فأبعده الله فتصورنا بارك الله في كنا هذا الدعاء العظيم دعاء يدعو به جبريل عليه السلام وهو سيد الملائكة ويؤمن عليه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء والرسل فهذا دعاء مستجاب لشك فيه إذا المسألة الأولى هي بر الوالدين المسألة الثانية قال جبريل عليه السلام ورغم أنف امرئين ذكرت عنده فلم يصلي عليك ذكرت عنده وهذه مسألة أيضا يغفل عنها كثير من الناس شحال مواحد كي يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبخل في الصلاة عليه كيف قال محمد قال محمد كأنه من أقرانه ومن رفقائه مع أن الله عز وجل عظم شأن رسوله صلى الله عليه وسلم وقال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي فالله عز وجل يصلي عليه والملائكة تصلي عليه ثم أمرنا بالصلاة عليه نحن أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إذن خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل عليه السلام قال له رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين أمن الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء والمسألة الثالثة هي موضوع الشاهد عندنا وهي قوله صلى الله عليه وسلم بأن جبريل عليه السلام أخبره بأن من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله يعني الذي يدرك شهر رمضان طبعا إدراك شهر رمضان في حد ذاته نعمة عظيمة تستوجب شكر الله عز وجل لأننا لو تأملنا ولو نظرنا فإننا نرى كثيرا من الناس دفنوا في هذا العام شحال موحد دبصام معنا العام اللي فات ولكن هذا العام رمضان ما بقاش معنا مات في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في المحرم أو في صفر يعني هذا 11 شهر مات فيها أقوام وفي آم من الناس وهؤلاء كلهم أو كثير منهم ما كانوا يظنون أنهم يموتون ساعتهم التي ماتوا فيها على إحنا دبا مثلا إحنا في هذه الساعة وش كينشي واحد فينا اللي كيختار في البلد يالو بأنه رح غديموت شحال موحد عنده مخططات طويلة الأمد كي يقول لك ندبا واحد خمس سنين غادي ندير كادا وندبا واحد عشر سنين غادي يكون عندي كادا وغادي نكسب كادا وغادي نولي كادا ونترقف كادا كان ديره مخططات هذا الأصل فيه أنه أمر مباح ولكن كثير مننا لا يستحضروا أنه سيموت إذن هذك النسل لما تقبل شهر رمضان كانوا يؤملون أن يدركوا هذا الشهر وكان عندهم شيء من التقصير وكانت لهم ذنوب يريدون أن يتوبوا منها ويأتيهم الشيطان فيسوفون كيقولوا من بعد هواه الحمد لله واجه رمضان وغادي نبدو نصل فأدركتهم المنية قبل أن يدركوا هذا الشهر الكريم كانت عندهم مظالم للناس شحال موحد ظالم الناس شحال موحد مقاطع الناس مهاجر الناس شحال موحد يعني واخد أموال الناس ويمني نفسه بأنه سيتوب وتوبة نصوحا وسيعزم على رد المظالم إلى أهلها وسيفعل وسيفعل كم من امرأة كانت متبرجة وتمني نفسها بأنها إذا جاء رمضان فإنها ستلبس الحجاب وستطيع الكريم الوهاب سبحانه وتعالى ثم ما لبث أن جاءها أجلها فهي الآن تحت أطباق الثرى في قبرها تكابد وتعاني ما قدمت إن خيرا فخير وإن شرا فشر نسأل الله السلامة والعافية إذا الإنسان من الذي يدرك هذا الشهر الكريم وكي يبقى في الحياة هذه أعظم نعمة تستوجب شكر الله عز وجل وحمده بالليل والنهار وأن لا يفتر المسلم عن شكر الله عز وجل إذن إحنا دركنا هذا الشهر إذن إشخصنا رح ليس فقط المهم هو أن ندرك الشهر بل أن ندرك الشهر وأن نجتهد في العمل فيه بما يرضي ربنا عز وجل وليس أن ندرك هذا الشهر ثم نفرح بإدراكه لكن كما يفرح عامة الناس كان بزافة الناس يفرحوا برمضان ولكن يفرحوا بهذا الأجواء تقليدية بهذا الأجواء الاجتماعية كيكون مثلا صلة الرحيم كيكون مثلا الناس يجمعوا كيأكلوا شربوا وقصروا وكذا وكيدروا مثلا ألوان الطعام الخاصة بهذا الشهر هالشباكيات هالحلويات هالمسائل كيشتغلوا الناس بهذه الأمور ويضيع عليهم أهم شيء في هذا الشهر الكريم لأن هذه الأيام ليست كغيرها رح كينا الأيام الكثيرة في السنة اللي يمكن الإنسان يدير فيها المكلة ويدير فيها الشرب ويدير فيها العصير ويدير فيها يعني الوجبات ويدير فيها الوصفات ويتفنن ولكن هذا الشهر ينبغي أن يكون للعبادة وهذه الأمور إنما تأتي بالتبع وميعتاج الإنسان أكثر من حظها وأنا إذ أخاطب النساء أعلم يقينا بأن أكثر الناس تضيعا للحظات هذا الشهري هنا النساء النساء لأن هذا بكين المرأة اللي كتدخل المطبخ مع العصر ولقب العصر كين اللي كتدخل مع الظهر وتقضي ربما أربع ساعات أربع عادية للساعة تضيعوا من عمورها هذا الشي بلادك تهيئ لولد قضية جلب مثلا المواد ولا تجيب الخضراء ولا تجيب الأمور أخرى ولا تجيب الورقاء ولا تجيب يعني الأمور التي تحتاجها من أجل التهيئ ولكن من لك يوصل لذلك الوقت صافي يكون الحالة ديالي الاستنفار حالة استنفار ربما يكون عندها مساعدات من بناتها ومن معها من النساء في البيت وكي يبقوا بلادك كل شي يكون مقاد كل شي كذا كل شي كذا طيب أين حظ الذكر أين حظ ورد القرآن أين حظ الصلاة في وقتها اعتقد الصلاة في وقتها كثير من النساء تضيعوا الصلاة هذا شي دبي لم يكن من فرط واحد تفرط ثام هذا نحن نضروع للمرأة اللي كانت تصلي ولكنها تجمع فربما هذا العصر اتكي قرب المغرب اتكي ويتحط واتفي على هذا البطابش الكوكوت وكذا أتقول لك وابلاتي رخصنا نصلي العصر الله يقبر أقربي ودل المغرب طيب لماذا لا تصلي الصلاة في وقتها لماذا لا نلتزم بشرع الله عز وجل وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها أفضل الأعمال ولش كأن جميع الأعمال وإن كانت فاضلة وإن كان أجرها عظيما فإن الأجر يعظم في رمضان كذلك الصدقة صدقة يعني مطلوبة ومحبوبة للرحمن سبحانه وتعالى ولكن لكي تصدق الإنسان في رمضان يكون لها فضل زائد كذلك صلة الأرحام كذلك إطعام الطعام كل هذه الأعمال لها فضل زائد إذن أيها الأخوات الكريمة أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكن للعمل بالطعام ولاجتهاد في مثل هذه الأعمال وأبواب البري كثيرة جدا وأنا أذكر شيئا منها لعل الله عز وجل أن ينفعني وإياكن بها كينا واحد مسألة مهمة جدا بعدها هذه العبادة اللازمة لها قضية الصلاة وليها قضية الصوم هناك حفظ الصوم مما يخدشه لأن الصيام فيه مراتب كما يذكر العلماء وأهون الصيام كما يقول ابن رجب رحمه الله هو الصيام عن الطعام والشرب هذا أهون الصيام أسهل حاجة في الصيام هو الإنسان ما يأكل ما يشرب لأن ما هو أشد منه هو أن يمتنع المسلم عن النظر المحرم وعن الاستماع المحرم وعن الكلام بما حرمه الله عز وجل هذه مسألة وها ليش حال سنة باش نصل لها باش الإنسان يعتبر بأنه صائم مش فقط عن طعام الشرب بل يصوم بجميع جوارحه كل صائم كل أما من يطلق بصره في الحرام شحن موحد دبع نهار مطل وهو أمام الشاشة تلفزيون أو أمام شاشة الهاتف أو الجهاز اللوحي أو أي وسيلة من الوسائل التواصل وكي تفرج وكي يقولك رأى كندوز الوقت كندوز الوقت ولا يهمه نظر إلى أمر محرم إلى أمر يعني لا يليق يخدش الحياء وينصف المرؤة ويذبح وذبحا ما عنده غرض ويستمع إلى الموسيقى ويستمع إلى الكلام الفاحش وينطق بالغيبة والنميمة والبهتان والافتراء والكذب كل هذا موجود في دنيا الناس ولكن المسلم الذي يحرص على دينه ويحرص على عبادته أن تكون صحيحة متقبلة فإنه يجتنب ذلك كله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش رب رب هذه للتكثير يعني كم من صائم يشحالم واحد يعتبر نفسه صائما ولكن ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش رهما استفد من صيام ديله غير الجوع والعطش غير الجوع والعطش هل شهر يستفد من صيام ديله ما استفاد قربا من الله عز وجل ما استفاد التقوى التي عليها مدار كل شيء احنا علاش كنصومه اشنه اعظم مقصد في الصيام ماشي بعض الناس كيقول لك راه الصيام راه هو حفاظ على الصحة وحيميا وكتريح المعيدة وكتريح يتخلص الجسم من السمو ما هذه امور تأتي بالتبع ولكن اعظم مقاصد الصيام هو طاعة الله عز وجل امتثال امره هو بلوغ درجة التقوى كما قال الله عز وجل في كتابه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات لعلكم تتقون كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو حبر هذه الامة وترجمان القرآن كان يقول لعل في القرآن من الله واجب يعني من القول لعل من الله عز وجل صادر من الله عز وجل وتكون في القرآن لان القرآن محصور لكن كلام غير الله عز وجل هذا لا ينحصر فلعل اذا جاءت في القرآن منسوبة الى الله عز وجل فهي واجبة ومعنى قوله واجبة اي ان الله عز وجل لا محققها لعباده لعلكم تتقون اي ستصلون الى درجة المتقين قطعا ان انتم صمتموا الصيام المشروع الى احنا صمنا صيام المشروع الذي شرعه ربنا عز وجل بشرائطه وبواجباته وسننه ومكملاته مش صوم العوام ما كان كل من شربه ولكن الغيبة النممة اخذ الرشوة كده كده لا هذا ما ليس صياما كاملا ان نحن الصيام الصحيح الكامل فان الله عز وجل يبلغنا الى درجة المتقين وهذا اعظم مقصد من مقاصد الصيام لان جميع العبادات التي شرعها الله عز وجل انطوت على مقاصد عظيمة وفيها غايات وفيها حكم وفيها اسرار ومن وقف عليها وفهمها فانه يتلذذ بالعبادة لان الاسن منك يعرف المقاصد ذي الصيام ما كيبقاش يصوم فقط يعني اداء للفرض وابراء للذمة لا كيكون هو كيصوم هو دائما يلحظ تلك المقاصد من اجل تحقيقها الصلاة مثلا ما كيبقاش عنده فقط حركات ها هو غادي الجامعة هو تيركع هو كيسجده وسلم الامام واخرج في حاله لا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كيكون غادي للصلاة هو دير في باله بانه هاد الصلاة رغادي تكون عون له من اجل ان يتخلص من الفحشاء والمنكر رحنا هاد الصلاة هادرة تبني الانسان تبنيه بناء متين وتعالجه وترمم النقص الذي يطرأ عليه ان الانسان في هذه الحياة لش كأنه سيباشر يباشر امورا لا يرضى هرب بناء الزواج ارى الانسان هذا بشر ضعيف عاجز عنده من الغرائز وعنده من النقص ما الله به علم فلذلك اي حاجة كيقع فيها الانسان من التقصير او اي حاجة كيقع فيها الانسان مما يخالف امر الله عز وجل فيحتاج إلى هذه العبادات من اجل ان يرجع الى الامر الاول ومن اجل ان يرد الامور الى نصابها ارى الصلاة تنهى عن نفحشاء المنكر الصيام يبلغ الى درجة المتقين الوضوء يمحو الله عز وجل به الخطايا كما اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات قال لي ان الرجل والسلام يضربوا الامثال من اجل ان يقرب المعاني للناس قال لي انه كان شي واحد عنده حدد دار دياله واحد النهر واحد الواد دايس وكيخرج من الباب دياله وكل النهار يغسل فيه خمس مرات وش هذا الرجل غادي يبقى فيه شي وسخ غادي يبقى فيه شي طبعة غادي يبقى فيه شي حاجة قالوا لا يبقى من دارانه شي معمره غادي يكون من انظف الناس قال فكذلك هذه الصلوات يمحو الله عز وجل بهن الخطايا يمحو الله عز وجل بهن الخطايا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كيخبرنا بان هذه العبادات لها مقاصد جليلة ولذلك فمن فهم هذا فانه يأتي هذه العبادات بنشط لكي يفهم الانسان هاتش راكي ينشط في العبادة ما كيبقىش تبلي العبادة بانها اثقال واوزار ويعني التكاليف لا لا كيبلي بان هذه العبادات ترى هي رحمة من الله عز وجل هي التوفيق من الله عز وجل وكيبلي الفرق بينه وبين هذاك الانسان اللي محروم من هذه العبادة شو ده بغير الفرق بين نحن الحمد لله اللي كنصليه وبين هذاك تارك الصلاة كيبلي تارك الصلاة بالله عليكم بعيد عن الله عز وجل ليس له شيء يحجزه عن عن الحرام ده بأقرب الناس إلى الله عز وجل هم المصلون لأن النساء من ما كيكون شو كيصلي يعني الحاجة اللي قالها لها رسول ركي ديرها يعني أي حرام كيكون قريب لهذاك اللي تارك الصلاة احنا ما شئتنا نقوله طبعا كل تارك الصلاة ركي يزنوا وكيشرب الخامر وكي دير لا حاشا نظن بالمسلمين هذا السؤل ولكن أقرب الناس إلى مقارفة الحرام هم تاركوا الصلاة أقرب النساء إلى مواقعة المحرم هن المتبرجات شكولة غادي تكون قريبة رأي ده ببزاف الناس كيبقوا يخلطوا الأمور وكيبدوا يحكموا على شواذ الحالات وكيبقوا شحال موحنا دير الحجاب ولا دير النقاب وكدير وكدير ايه نعم احنا متافقن بأنه تشير وشحال موحد عنده اللحيا وكيدير وكيدير هي متافقن ولكن شحال هي النساء النساء دير الناس لدير اللحيا يعني طاعة لله عز وجل واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لاش كأن هؤلاء جمهورهم يحب الله عز وجل ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويجتهد في العمل بالطاعات ويجتهد في البعد عن المنكرات كذلك المحجبات والمنتقبات أكثرهن بحمد الله تعالى على الجادة وعلى الاستقامة ولكن أكثر المتبرجات بعيدات عن الله عز وجل وما كانت مش عوالتاني بأن كل متبرجرها زانية كل متبرجرها يعني تدخن أو كلا لا ولكن أقرب الناس إلى الله عز وجل هم من يطيعه سبحانه وتعالى لأن هذا المعاصي يخصنا نفهمه بأنها هي خطوة ذي الشيطان والشيطان يأتي كل إنسان من أضعف حلقاته ربحل واحد السلسلة من كتكون واحد السلسلة قوية وشي واحد بغاء يهرسها أش كيش كي مشي الأقرب الحلقات وأضعفها هذه الحلقة التي تتكون مفتوحها شوية ولا ضعيفة ولا ذات الحديد ديالها ما شي ماتين مزين من ثم يهرسها كذلك الإنسان يأتيه الشيطان ويفحصه كيدي لبحل واحد سكانير وكيشوف هذا مثلا شنية نقطة الضعف دياله نقطة الضعف دياله هي المال صافيا قد نجي من طريق المال هذا النقطة ضعف دياله شنية هي النساء قد نجي من جهة النساء هذا المرأة النقطة ضعف ديالها شنية هو الهضراف الناس قد نجي من هذا الباب هذا النقطة ضعف ديالها هي فتلا نعزيز عليها مثلا تزيين الدير كده قد نجيها من هذا الباب وهكذا فيأخذ الشيطان من العبد أضعف ما فيه فيهجم عليه من تلك الأبواب ثم بعد ذلك يعطيه خطوة أخرى رغم اللي يتبعوه فهذا الخطوة يقول لي وزيدك التهادي أو تلك يقول لي وزيدك هذه التالتة حتى يغرق الإنسان ويأس من روح الله عز وجل وطبعا هذا لا ينبغي لأن الإنسان وخا يقع في شيء من المحرم عليه أن يعلم أن له ربا رحيما وأنه متى دعاه استجاب له ومتى رجع إليه قبيله بل بدل سيئاته حسنات كما أخبر الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إذن ينبغي أيها الأخوات الكريمات أن نجتهد في الطاعات وأن نجدنب المنكرات وأن نعمل بهذه الطاعات رجاء ما أودع الله عز وجل فيها من الأسرار والمقاصد والحكم والغاية فإذا فهمنا ذلك فإننا ننشط للعبادة لك أن نفهموا هذا شيء ننشطوا للعبادة كنتم للعبادة كنتجينا ساهلة لماذا تسهلوا الطاعة على المتقين؟ لأنهم فهموا أنهم بطاعتهم يطيعون ربهم عز وجل ويعلمون أنهم هم المستفيدون من هذه الطاع وهم الذين يتقربون إلى ربهم عز وجل بهذه الطاع وهم الذين يحفظون أنفسهم من جميع المفاسد التي انطوت عليها المعاصي والمنكرات لأنه ما من أمر أمر الله عز وجل به وفارضه على عباده إلا وفيه من الخيرات وفيه من البركات ما الله به يعلم ونحن هذه الشدة التي نتفقه فيه رأي الله تنعرف واحد الجزء يسير جدا من هذه الفضائل ومن هذه الكرامات ومن هذه البركات التي أودعها الله في هذه العبادة وكذلك لا نعرف إلا جزءا يسيرا من تلك المفاسد التي انطوت عليها المنكرات والمحرمات لأن أي حاجة حرمها الله عز وجل فهي لا خير فيها لا خير فيها ولكن نحن كنش عذا كتبلينا وش حاجة ما كتبليناش وش حنذا بكي توقف الأمر دينا حتى نعرفوا علاش عادنا عبد الله عز وجل حتى نعرفوا علاش عادنا نترك المحرم لا لأن شأن المؤمن أن يطيع ربه عز وجل سواء عالمة بتلك الحكام أو خفية عليه هذا شأن المؤمن نحن مثلا لو فرضنا مثلا الله عز وجل ما خبرناش بقضية فوائد الصلاة وما خبرناش فوائد الصيام وما خبرناش فوائد الحج وما خبرناش فوائد الزكاة ولا الحكم منها ما عرفناش ولكن أمرنا الله عز وجل بهذا الأمر شنو كي يدير المؤمن؟ المؤمن يستجيب كي يقول لك هذا الشيء عرفتون لي ما عرفتش ما داما أمر الله عز وجل فإنني أمتثل له وأطيع طيب الله عز وجل حرم علي أشيء حرم علي الزنا حرم علي شرب الخمر حرم علي الكذب حرم علي الغيبة النميمة حرم علي الفسوق الفجور أي حاجة حرمها الله عز وجل فإنني أمتنع عنها علاش عرفت ولا ما عرفش لا يهمني لأن الله عز وجل ما حرم علي شيئا إلا لأنه قبيح وخبيث شوف ما قال الله عز وجل فيه أوصاف نبيه صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إذن من المهمات ديال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لأمته الطيبات يعني كل أمر طيب فهو حلل وكل أمر خبيث فهو محرم كل أمر طيب فهو حلل وكل أمر خبيث فهو محر إذن لا يحرم الله عز وجل شيئا من الطيبات أبدا إذا إحنا شح هذا مثلا استشكلناها وقلنا سبحان الله معرفة فعليش حرم الله عز وجل الزنا نحن نقع ما كيبلينا الزنا ما كيبلينا فيه ولو أنا أدى مثل وإلا الزنا رأى باين باين عن المفاسد اللي فيه ولكن متى أنا كيجي جوعد يقولك الريبة عليش حرم الله الريبة واش حال موحد قضي الغرض بالريبة وعليش حرم الله عز وجل كذا لا هاد الأمور إلا عرفنا علش حرمها الله عز وجل وكانت الحكمة واضحة جلية فهذا يزيدنا يعني ثاباتا ويزيدنا نفرة عن هذا المحرم لأننا إذن نجدنبه علشنا نجدنبه أولا طاعة لله عز وجل وبهذا يحصل الأجر ثم نجدنبه لأن فيه تلك المفاسد علش بالنسبة يتجنب الخمر راح تلعقالة كيأمنوا بالله كالنصارى واليهود ليشربوا الخمر علش لأنه تشدوا ذلك المفاسد التي يرونها بأعينهم كايشوف هذاك من تي يشرب راتي واللي بحل هبيل تيمشي وتيطح وتيدير كده ويسخ ويجو كده فلا يرضى لنفسه أن يكون بتلك الحالة هده الفطرة دياله فيه شيء من النقاء مع كفري فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنني أوقن بأن ما حرم الله عز وجل فلا خير فيه بأن ما حرم الله عز وجل فلا خير فيه ثم إنني على يقين بأنه خبيث وإن خفي علي خبثه ولم أطلع على ذلك ولم أعرفه إذن الأصل في المسلم وبهذا أختم إن شاء الله هذه الكلمة المختصرة هو أنه يطيع الله عز وجل دون أن يتلمس هذه الأسباب فإن عرفها عرف هذه المقاصد عرف هذه الغايات والأسرار فإن ذلك يزيده طمأنينة ويزيده إقبالاً على الطاعة ويزيده نفرة عن المعصية قال الله عز وجل في كتابه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا هذا قول المؤمنين ليس لهم قول غيره المؤمن ما عنده شيء عشر رضي الأقوال لعشرين من الثلاثين عنده قول واحد إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم بينه وبين غيره لكي يجي شيء واحد يقول لك شوف نحن هذا بمختلفين والاختلاف سنة كونية قدري لا أبدأ غد يوقع الخلاف بالناس إذا نش نديره نتحكموا نتحكموا لله نتحكموا للرسول صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته صلى الله عليه وسلم فنصدر عنها فاللي مع هالحق رغضين ما غدش يبقوا نتكبروا لا وخلقنا في القرآن لا ما تنزلش عليه وخلقنا في سنة لا ما تنزلش عليه لا إذن ليس هذا الشأن المؤمن إنما هذه أداة حصر إنما كان قول المؤمنين أي لهم قول واحد لا يتعد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا إذن المسلم يقول سمعنا وأطعنا معنا سمعنا وأطعنا يا ربي سمعنا قولك وأطعنا أمرك ولذلك ذم الله عز وجل طائفة من عباده فقال يعني هم اليهود أشكي يقولوا اليهود سمعنا وعصينا أي سمعنا قولك وعصينا أمرك وسبحان الله لو نظرنا إلى بعض المخالفين لشرعة الرحمن ممن ينتسب إلى الإسلام لوجدنا أن فعلهم يوافق فعل اليهود أشحى المواحد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله وتبلغه الأحكام ويعرفها ويفهمها لكنه لا يلتزم بها فلش كأنه ممن يقول لربي عز وجل سمعنا وعصينا يا ربي سمعنا قولك وعصينا أمرك يا ربي عفناك بأنك حرمت التبرج ونحن نتبرج عارف بأن التبرج حرام وعارف بأن الحجاب واجب وكتقول لي يا سيد ربي عرفت بأنك فرط علينا الحجاب ولكن رأي ما ديرينه ولكتبقى تسوف في أتيال الشيطان وهذا سوف كيقول العلماء سوف أعظم جنود إبليس إبليس عنده جنود يعني عنده الناس لخدامين معه يرسلهم ويبعثهم صرايا يقول سيرت عند هذا سير عند هذا سير ويهذا سير ويهذا من أعظم جنود إبليس هذه الكلمة هذه سوف ليهي تأجيل رابغيت نتوب ولكن من بعد رابغيت نديني الله لنا كنت مننا ندير الحجاب كنت مننا ما نموتش حتى ندير الحجاب طيب أرينا إلا عندك شي ورقة ولا شي وثيقة بأنك ما غادش تموت حتى توصل لها ديك السن اللي مقدرة في رأسك حتى تزوجي ولا حتى تولدي ولا حتى تيأسي ولا حتى تشدي التقاعد لك أنت موظفاء ولا كذا كنا طيب ليس لنا ذلك العهد أو الميثاق بالنسبة للآجال لا عندنا شي يمكن نموت في أي لحظة يمكن نموت في هذا المجلس هذا يمكن هذا المجلس هذا ما ننضوش منه والله الذي لا إله إلاه إننا لا نعتقد ذلك جازمين والمسلم الذي يعتقد ذلك يكون أقرب إلى الله عز وجل لماذا؟ لأنه يكون مستعدا للرحيل نحن ما كان شموش نبع موت الفجأة شح الموحدة يكون هاكوكو يشهق يكون قاعد كده هاكو يشهق ومشا عند الله عز وجل يموت بسكة قلبية يموت بجلطة دماغية يموت في حادث سير شح الموحدة بارك خرج من داره وما غير يش يرجع شح الموحدة تحت رسوله على المخدام شوي فيه قوي باش يصلي العاصر لقاوهم شا عند الله عز وجل إذن ما دام الأجل قريبا وهذا لا يخفى على أحد وإنما الناس يكابرون ويعاندون فينبغي أن نستعد لهذا اليوم وأن نكون على أهبة دائما يكون مجدين رسوم موجدين أنفسهم في أي لحظة يأتيه ملك الموت فيدعوه فلا يسعه إلا أن يستجيب إذا الله يجلزكم بخير هذه يعني موعظة أردت بها نفسي أولا اشهدوا الله ثم من يبلغه هذا الكلام لعل الله عز وجل أن ينفع بها وأن تلامس قلبا حيا فينتفع بهذا فنشترك إن شاء الله تعالى في الأجري وفي المثوبة نسأل الله عز وجل الذي وفقنا لهذا المجلس الكريم أن يتقبل منا الطاعات وأن يتجاوز عنا التقصير والملكرات إنه بكل جميل الكفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر